كاذب مش كاذب على المدى الأسبوع الماضي كتير من الناس ومن المختربين كانوا عم يتلقوا رسائل إن كان أسماس أو عبر واتساب من شركات وأشخاص عم يدعوا إنه عم يفتشوا على الموظفين ليشتغلوا معهم وبعمولة كتير مرتبة وكبيرة ممكن توصل لألفين دولار بالشهر كنا نحن بالفترة الماضي رصدنا إنه عم يتم استخدام أرقام إندوناسية لهذا الموضوع ولكن يبدو الجماعة عم يوسعوا من أعمالهم بالفترة الماضية بس على الرغم من العروضات الحلوة لازم على طول تتأكدوا إنه ما تضغطوا على أي روابط مشبوهة ممكن توصلكم لأنه ممكن تكون فيروسات زيدي على هيك حذر جهاز الأمن العام مبارح إنه هيدول الرسائل ممكن كتير تكون عمليات تصيد وراها الأجهزة الإسرائيلية وبالتالي ممكن استخدام أجهزة التليفونات حتى تخترق خصوصيتكم وتخليكم تدفعكم للعمالة مع العدو وعلى الحالتين ما في حدا رح يجي يعرض عليكم أموال طائلة برسالة مباشرة على واتساب أو أسماس بهذه الطريقة فالحذر ثم الحذر هيدا كان خبرنا الكاذب لليوم نرجع من التقى بكرة مع كاذب مش كاذب لوقت تابعوا بورسة الأخبار الكاذبة في لبنان والعالم عبر حسابه على تويتر أت غزايل موسيقى 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 موسيقى